مرحبا معكم كارمية شماس كيف بدو يكون اليوم الخميس 2 أيلول سبتمبر اليوم الأمر بعدهم رفقنا من اليوم التاني لليوم التاني على التوالي من برش السرطان المائي وبعدها الأجواء حلوة كتير للأبراج المائي موالي برش السرطان موالي برش العقرب موالي برش الحود كذلك موالي برش الثور وموالي برش العذراء كيف هدي يكون نهارنا البداية مع برش الحمل بعد الأمور عندكم مواليد برش الحمل نوعا ما متقلبة نوعا ما مستقرة حسب انتوا كيف تاخدوا الأمور كل ما كنتوا مزاجيين اليوم كل ما تغيرت الأمور حسب مزاجكن فانتبهوا تبقى المواليد الأكثر حظا اليوم هي مواليد 10-11-12 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور يوم جميل لمواليد برش الثور الأمور جيدة هناك تعاطف معكم هناك انفراجات معكم هناك نوعا من ارتياح معكم الأجواء بتساعدكم كتير فصاحتكم أفكاركم الزكية هي اللي لح بتلاقي أجمل الحلول اليوم أحلى الكلام اليوم بيقولوا مولود برش الثور بالنسبة لبرش الشوساء بدوا ينتبهوا شوي مولود برش الشوساء لبعض الحكايات اللي بتنطرح قدامه من العيلة من الإخوة من بعض الأشخاص من حولكم يمكن نزلي على السوق يمكن بتنجروا بتنجرفوا وراء الكلام المعصول فكونوا حذرين هناك بعض المصاريف الإضافية كمانا انتبهوا لهذه القصة الأكثر حظا 29-30 أيار مايو 17-18 حزيران يونيو بالنسبة لبرش السرطان مولي برش السرطان من الأيام الحلوة جدا لأنه الأمر ببرشكم لأنه الانطلاقة حلوة لأنه ضوء الأخضر عنكم أنتوا الأسرع وأنتوا الأكتر أبراج اليوم بتحسوا حالكم أنه يخدين حقكم وحبت مسك أي مسألة بتعتبروا أنه اتأخريت يمكن إذا ما وصلوا لكم أبدا بين اليوم وبكرة أو مبارح هذا معناته أنه مش لقلكم بيكون تنطروا فرصة أخرى إذا لقلكم مفروض بين اليوم وبكرة تاخدوها كلكم محظوظين لكن انتبهوا 16-17 تاموز يونيو بالنسبة لبرش الأسد الأجواء هذه تماما اليوم مع حركة ركود ما في حركة هي ركود بالأحرى والأجواء ما بتحملكم كل الأخبار اللي أنتوا بتكون إياها وأي خبر بيوصل اليوم تأكدوا منه أي كلمة بتكتبوها تأكدوا منه أي مسألة بتعملوها تأكدوا منه إذا بعدتوا شي تأكدوا أنه راح إذا بعدتوا إيميل تأكدوا أنه راح وتأكدوا أنه بيعطيني العنوان صح تصوروا لأي درجة أجواء متقلبة بتزهي كونوا حذرين 31 تاموز يوليو 1 أب أغسطس بنت إلا برشة العذراء موليد برشة العذراء اليوم بتأدوا نهار جميل نهار حلو نهار بيساعد نهار بيقدم نهار ما بيأخر بالعكس الأجواء اليوم عند موليد برشة العذراء داعمة جدا جدا وهناك تفاعل معكم هناك انفراج كتير حلو معكم طلتكم حلوة وأنتم جذبين جدا للآخرين من الأيام اللي بتجذب مساعدة إذا بدكم مساعدة بدكم حدا هيك يساعدكم بطريقة لشعورية اليوم هو اليوم لكن كونوا حذرين موليد 14-15-16 أيلول سبتمبر كوكب المريخ بنبهكم للمشاكل بالنسبة لبرشة الميزان موليد برشة الميزان يوم متعب لموليد برشة الميزان شبيه بمبارح وشبيه بيوم الغد الأجواء اليوم ثقيلة وعملكم بحاجة لالتفات انتباه إلى تدقيق وإلى متابعة ومثابرة بعدوا عن المشاكل كليا مش وقتا وانتبهوا من الإخفاق الرسوب أو حتى التعاطي مع الأمور باستخفاف كوكب الزهرة مسائب حد برشكون فأنتم محظوظين إذا كنتوا من موليد 14-15-16 أكتوبر كمل مع برشة العقرب يوم سعيد لموالي برشة العقرب انطلاقة حلوة تغيير حلو نظرة مختلفة للأمور وشكن بشوش بتضحكوا مبسوطين مرتحين هناك نوع من دعم معنوي لقلكم من كل شي عم بصير من حولكن ما في شي ضدكن بالعكس من الأمر في مساعدة من الشمس في التفاتة حلوة وكأن كل الأمور بتبرم 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 حتى تقدم لكم يعني حابين هالظروف انه يقدموا لكم فرصة ثمينة ورح بتلقوها اليوم بالنسبة لبرشة القوس من بعد ما تعبت وقلت لكم التانين وتالتة انه كانوا مزعجين اليوم هو بمثابة انفراج للكم ارتياح للكم تقدم للكم هناك مساعدة للكم أنا بعتبر هذا اليوم يوم جميل لمواليد برشة القوس نوعا ما وكأنه بداية للخروج من النفق لكن ضلكم حاضرين 28-29 نوفمبر كمل مع برشة الشادي مواليد برشة الشادي بالرغم من وجود الأمر ببرشة السرطان رح بتضلكم منها الأقوياء بالعكس هالأمر الموجود ببرشة السرطان رح يعطيكم قوة هائلة 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 لكن انتبهوا ما تشوفوا حالكم على غيركم ضلكم متواضعين حتى تقدروا تتحركوا بالإطار الصحيح وتشتغلوا بالإطار الصحيح وتاخدوا حقكم كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد ديسمبر بنتقل لبرشة دالو مواليد برشة دالو هو يوم للمصالحة للعودة إلى الذات للعودة إلى الأصول back to basics فحاولوا مواليد برشة دالو ما بقت تتفلسفوا كتير ما بقت تخترعوا كتير ما بقت تغيروا كتير رجعوا للباسيكس للأصول للقواعد الأساسية ورجعوا بنوه من هونيك رجعوا تقدمه من هونيك ورجعوا صححه الأكثر حظاً 14-15 شباط فبراير نكمل مع برشة الحوت مواليد برشة الحوت يوم جميل جداً لمواليد برشة الحوت لأنه بيقويكم بيقويكم كتير وبيعطيكم حقكم وبيعطيكم حتى أكثر من حقكم لدرجة إذا كنتوا خايفين من شي بيختفي هذا الخوف وبيحل محله قوي كتير كبير سواء كنتوا خايفين من أهلكم من مواجهة معهم من أصدقائكم من أحبائكم من أخواتكم في شي معين خايفين منه اليوم أنتم أقوياء جداً لكن ظلكن من تبهين 12-13 أدار مارس بيختم مع مولود اليوم بإلو لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة جميلة جداً سنة بتتقدموا فيها بتتغير فيها الكثير من الأصول والقواعد هذه السنة جميلة على الأرجح في النصف الأول من سنة 2022 في مفاجأة كبيرة مهمة إيجابية لألكم أيلول سبتمبر أكتوبر نوفمبر كانون الثاني يناير أيار مايون أفضل الأشهر إلى اللقاء مع الأبراج اليومية وشهرية ما تنسوا وطبعاً الأسبوعية باي باي